موسيقى موسيقى حتى لو كنا مختلفين على كيفية تعرض الاختراع اللي تعمل ومدى دقته لكن احنا بنطق في جيشنا واعتقد انه نظرية انه تتاخد دي عشان يبقى الهجوم والتشكيك في قوات المسلحة ده شيء عيب جدا الحاجة التانية انه بعد ثورة يبقى مطلوب انه الرئيس الجديد نلغي شرط المؤهل ده احنا لو جايبين رئيس شركة هيبقى مطلوب لمؤهل فاعتقد انه شيء يعني بجد كوميديا هو تم إلغاءها ولا لسه هو مطلوب إلغاءها بس انا يعني نداء لرئيس الجمهورية ارجوك ما تخلوش الدنيا تتفرج علينا يعني بجد حاجة تبقى صعبة جدا لو رئيس الجمهورية معهوش مؤهل بجد تبقى كارسة يبقى احنا تعلمنا ليه خلينا نقول ونستعرض معاكم فقراتنا النهاردة ويمكن انبارح عقد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب اجتماعه مع وزير الداخلية محمد ابراهيم اللي بحث الملف الامني اللي بينال الأولوية في أجنة الحكومة الجديدة باعتبار طبعا الملف الامني هو اللي بمهد الطريق أمام القطاعات الأخرى سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو سياحية فهيكون معانا النهاردة الأستاذ يوسري البدري هو رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم عشان نعرف إذا كانت وزارة الداخلية فعلا وضعت استراتيجية جديدة لنقدر نقول لمواجهة الإرهاب ومواجهة الأمن فخلينا نشوف ده مع الأستاذ يوسري البدري رئيس قسم الحوادث بالمصر اليوم وطبعا نحن كالعادة بمتدي فقراتنا وفقرة الصحافة لأن الأحداث مش بس في مصر ساخنة الأحداث كمان ساخنة في مناطق كتير ويمكن أهمها أوكرانيا وانتشار الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا وإعلانها حالة النفير العام أو الطوارئ ويعني وضع متوتر جدا هنعرف أهم الأغبار مع الكاتب الصحفي أستاذ أشرف البربري مع مدير تحرير جريدة الشركة النهاردة كمان هنتكلم عن مشكلة بتقع على 200 عام من عمال شركة البترول طبعا لوزارة البترول العمال دول بقالهم أكتر من 15 سنة لم يتم تثبتهم حتى الآن الأسباب وإيه ومشكلتهم الأساسية هنتعرف عليها من خلال ضيوفنا الأستاذ وليد عبد الفتاح وعشام عبد العالو هم عمال بشركة إبسكو للبترول هنعرف أسباب ليه لم يتم تثبتهم وبقالهم 15 سنة بيشتغلوا في الشركة وطبعا زي ما احنا متعودين في نهارك سعيد بقالنا كام سنة بنتكلم في موضوع مياه النيل لأنه موضوع مياه النيل بقى شيء خطر جدا واستمرار البناء في السد وعدم التوصل لحلول في الموضوع شيء بيقرفنا جميعا عشان ما نسحش في يوم من لقيش مياه يكون مشرفنا دكتور مياه وليش حتى خبيلي نتكلم معاه عن آخر التطورات والوضع وصل فيه وإحنا حلولنا إيه لأنه مش عارف إحنا معنا ثلاث سنين ولا أربع سنين نتكلم في نفس الموضوع نتمنى أنه حد يحسم الموضوع ويقلنا حلول فيه هذه البلاء في سلونا الثقافي النهاردة هيكون معنا فقرة مع شاعر كرم العشماوي وهنتكلم معاه عن دوانه الشعر وعن استقبال الناس للشعر الشفهي اللي بيقدموا الشعر المحترم كرم العشماوي فخليكم معنا ونبدأ على طول فقراتنا معاكم مع فادي وفقرة الصحافة والكتب الصحف المتميز أشرف البربير رئيس قسم الأخبار بجريد الشرق سمعا نقول